أهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية وقت تصوير هذا الفيديو مرت 12 ساعة تقريبا من يوم صدر التريلر الثاني لفيلم ديتبول أند وولفرين أو مثل ما كنا نقوله زمان ديتبول الجزء الثالث الحماس للفيلم يا جماعة مرة عالي لعدة أسباب السبب الأول والأهم إنه الفيلم هذا راح يعيد بناء وتشكيل الخط الزمني في عالم مارفل والإكسمن مش بالضرورة بشكل جذري ولكن راح يغير بعض الأشياء في الخط الزمني كيف شلون الله أعلم بنروح نشوف التريلر مع بعض وإن شاء الله إنه يكون قدة تطلعات ويحمسني شوية لأنه الفيلم خلاص كم باقي له ثلاثة شهور تقريبا نشوف الفيلم في السينما الإعلان نزل قبل 12 ساعة وحصد 14 مليون مشاهدة على قناة راين رينولدز شخصيا و 945 ألف لايك ولايك مني بيكوز واينات نشوف التريلر كامل بعد أن نبدأ نحلل ونسولف على راحتنا لايك مرحبا في أي مكان احسن من الخطر من الخطر من الخطر فقط أعطني واحدة مرحبا ثم سأذهب مرحبا يا بينات سوف أحتاجك للمشاهدة مرحبا لايك مرحبا مرحبا حسنا نحن على تيك تيك لذلك أبسي دايسي هل تسمعي مرحبا 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 لا تريد هذا إلا أنك تريد أن تأخذ مرحبا من الخطر من الخطر من الخطر أتمنى أنك تنظر مرحبا 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 ليس مرحبا مرحبا هل هذا ما قلت لك عندما كانت العالم من الخطر؟ هيا لا تستطيع تتحدي هذا التوحب أن تعرض تدينه ساعد تأتي وعندما تتحدي الوقت على تدينه ساعد مرحبا مرحبا اريد سعطل محقو مرحبا مرحبا اه ... اذهب وحكي هل تتكلم ماذا يهاندك او ماذا نتقاب لك ... فصل الثاوان ثلاثة التوقف اه ... اذهب وحكي لا اعلم شيئا عن تساوك العالم لكنك...كف انا اعلمك اعلمك يا إلهي انت في اكسناب انت محباً انا محباً محباً اه! انت بخير جدا هذا هو كل ما يتحدث عنه يا رباك تراك توشك ها شفتو الان اشفتو اذا كان يخلق حسن رجل اذا يعلم اذا مصلت اذا ماختنا اذهبا اذهبا جاهلا خلفيها هل تفعل سوريك؟ سوريك? سوريك أجي و ما عنه الذي أدخل المفتل؟ أعرف كل هذه ال43 و يكون لديه لعنة حتى سنو بورس؟ حتى لطفق العجل؟ حتى لتنبخ لحيزة؟ حتى تضغط بومبا هل تريد أن تقوم بعمل المشاهدة يا رجل؟ أعطيك من أجل 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 مقابل 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 من أجل مقابل ونفتح أجل مقابل مقابل سأحتاجك لتأتي معي الان انظر يا ربا، لست مهمة حسنا مرحبا، فريطة مرحبا، مرحبا، نفسي لا تتحدث بك أوه هل موجود هنا؟ لا أعرف يأتي لأسرع إبتسم إنتظر للفلاش انتظر الفلاش لان انتظر الطلقة اللي بتجيك ارجوك ان تتعامل بس ما عاد لبسها ونقفل الموضوع كده وفجأة نزل فيلم لوغن الاخير وفي المستقبل في الفين وتسعين ومات لوغن بلا 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 انا سوف اتسر كل شيء انا سوف اخسر كل شيء انا مهتم فيه يعني لسه ما اخسرهم زوجته موجودة جارته موجودة السواق موجود اصدقاء اللي من الاكسمن واللي فزع معاه في البقعة ديك الكبيرة في الجزء الثاني موجودين ويقول انا على وشك اني اخسرهم معناته يتكلم انه في شيء بيدمر العالم او الخط الزمني على الاقل اللي هو فيه هنا ولفرين يقول له مش مشكلتي يا حبيبي هل هذا ما قلته حين تدمر عالمك بأسره؟ معناته الخط الزمني اللي جاء منه ولفرين اما انه تدمر يتكلم عن الخط الزمني او انه يتكلم عن الاشخاص العزيزين والغاليين على الولفرين ولكن فالحين ديتبول يقول له اباك تساعدني ان ينقذ عالمي قال له ما راح اساعدك قال له هل هذا اللي قلته لما تدمر عالمك يعني؟ طزف عالمك طزف اي عالم ثاني يعني؟ في المشهد هذا واضح ان انا بنشوف المزيد من الخلفية الدرامية لشخصية لوغن لوغن واحدة من اعظم الشخصيات واللي عندها ارثني ظالي عجيب واللي شافه افلامه القديمة من بدايته مع الاكسمن من خارق فما ادري ايش المشهد الرهيب والغريب هذا هل هذي قبور هل هذي حقين الكوميك بوك بيقدروا يفيدون اكثر تبدو لا تحرقوا علينا اينا شايفين؟ في في شي صار في عالم مولفرين ممكن العالم بكبره او بالنسبة الاشخاص اللي يعنولوا شي كوميك بوك قال نعيد كلامك انه واضح انه ايش ضربوا على عرق حساس على وترة حساس هذا الولفرين طيب هي لاحبوا شي اللي خلاني اقول عالمه هذا الولفرين خذل عالمه معناته هذه النسخة من الولفرين لاحظوا انه راين رينولدس وهيو جاكمل لما طلعوا في الاعلان القديم لما كانوا جلسين على كنابة كانوا يقولوا انه لا تخافوا يا جماع قصة الولفرين اللي تعرفوها نهاية الولفرين اللي انتهى فيها ومات هذاك الخط الزمني ما راح نقرب له ما راح نتلعب فيه معناته انه مراح الخط زمني ثاني فيه الولفرين ولكن هذا الولفرين اللي في ذا العالم خذل عالمه بأسره معناته انه كان عنده مهمة كبيرة جدا على عاتقه وممكن اتدمر على اثره الخط الزمني على شايز كذا سحبوه التيفي اي وهذا واضح انه مطلس الى انداخ ويبدو انه ايش اما من ديتبول في اشترك المركز اشتركوا في عالم الواجهاء الجميع هل تريد ان تتكلم عملك؟ أو لا تستمتلك او ان نبدأ في اثلاثة ايضا اهم ديت بول شالق ناعه معناه انه في مرحلة ما يضاربوا في مرحلة ما يتعاونوا في مرحلة ما ديت بول يسلموا للتي في اي الموضوع ملغوص ما انا قادره ابني تصور واضح صراحه انا لن تتصور واضح صراحه هذا جولد و هنا اهه واضح انهم متعاونين مع بعض انا لاعرفه شيء عن نقاذ العوالم العوالم ووردز ما قال وورد The word قال ووردز العوالم قال الموضوع كبير لكنك تعلم لكنك تعلم الحين ديتبول يقوله أنا ما أعرف كيف أنقذ العالم يقصد العالم هذا اللي هو فيه أو العوالم كلها اللي في الخطوط الزمنية لكن انت تعرف لأنك يا ولفرين مريت بتجربة وقاعد يوري صورة الناس العزيزين علي هيا، هيا، أنني أعلم إصدتني يا تيد ، أنا له أقيم يا تبو، أنا بس خطوة الناس يا أصبح، يا أصبح أنت تبادي أكس من هنا وقتاً أنت تبادي أكس من كنت من الـ X-Men كنت من الـ X-Men كنت من الـ X-Men كنت من الـ X-Men هذا مرحب ميلاً ميلاً كنت من الـ X-Men ميلاً جد أن الـ X-Men كنت من التقامل الـ X-Men ميلاً من أعرف إن أيها تعمل أو تعمل بابت السحرة كان استخدام دكتور سترينج لنذهب ها 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 يقل عم الحماس الى اين طيب يا ولدي ايش فيه ايش فيه انا ما ادري صراحة المشدث الاخير هذا ساخر او له تفسير لكن واضح انه دي العجوز تقوله جيب لنا مخدرت قال لها هاي شيء الوحيد المحظور بحسب قول يطقطقون على المدير حق مارفل لانه دحينا ايش مثل ما تعرفون كيفين فايقي المدير تبع مارفل قال انا يعني معجب جدا بالفيلم والفيلم وقال شتيمة قال اتت قوغين اميزنج او او اوسم الفيلم مره رهيب وقال الكلمة حقتهم ديك الوصحق قبل اوسم فبعدين قال اوه اقدر اسب الاحين صح لانه الفيلم تصنيف للكبار فقط فالحين ديتفول جالسة تقطق قال اهي اوكي كامين فايقي المدير الكبير حق مارفل اعطانا الضوال اخضر سووا الفيلم للكبار فقط بس لا تستخدموا ايش كلمة مخدرات كاملandsه اوه اوه ترجمة نانسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة